نهاردة اتلعبت ثلاث مباراة المباراة الأولى كانت نادي مصر أمام فريق النادي الإسماعيلي واستطاع النادي الإسماعيلي أن يحرز هدفا وحيدا في الدية 38 من زمن اللقاء بقدم همام طارق ليحصد ثلاثة نقاط غالية للغاية مباراة تانية كان سموحة وأسوان وأيضا بهدف وحيد ومن ضرب الجزاء ناصر ماهر في الدية 52 يتقدم لسموحة بينما أهضر أسوان ضربة جزاء اللقاء الثالث والأخير انتهى بنفس النتيجة وكأنه أسبوع أو يوم الواحد صفر الأهلي بصعوبة بالغة في الدية 81 عمر السلية يحقق ثلاثة نقاط غالية للغاية على حساب نادي حرس الحدود جدول ترتيب الدوري العام بعد نهاية مباريات هذا الأسبوع وهو الأسبوع الثامن الأهلي من ست مباريات في المركز الأول برصيد 18 نقطة المقاولون في المركز الثاني من سبع مباريات برصيد 16 نقطة الاتحاد السكندري في المركز الثالث من سبع مباريات برصيد 14 نقطة الزمالك في المركز الرابع من ست مباريات زي الأهلي بضبط برصيد 13 نقطة يعني بين الأهلي وما بين الزمالك في هذه اللحظة ست نقاط ثم يأتي سموحة خمس نقاط أنا آسف خمس نقاط ثم يأتي سموحة في المركز الخامس من ثمن مباريات 13 نقطة وهكذا إلى أن نصل إلى وادي دجلة الذي مدال يقبع في نهاية جدول الدوري العام برصيد ثلاثة نقاط من سبع نقاط من سبع مباريات فوق منه من سبع مباريات أيضا الجونة أربع نقاط ثم طلاع الجيش ده ما قلت لحضراتكم في موقف حرق جدا أربع نقاط من ست مباريات إذن هذا هو الترتيب فوق وتحت اشتركوا في القناة